ستزا أحمد لما نيجي نقول خبر زي مشاركة مصر في اجتماع منظمة الصحة العالمية واختيار مصر واحدة من عدد الدول القليلة جدا اللي حيتم نقل إليها تكنولوجيا مختلفة لتصنيع اللقاحات الخبر زي ده نقدر نقول وقع صداع علمائي في البداية اسمحي لي أحط عنوان للقمة قمة رؤساء الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي اتفقوا أنها تكون نحو شراكة متجددة أنا تقديري أنها نحو شراكة عادلة يعني مفترض أن يكون عنوانها نحو شراكة عادلة القرى الإفريقية طالما عانت في مجالات بتمثل النهاردة تحديات للعالم كله بنتكلم على المناخ بنتكلم على الصحة بنتكلم على التحديات التقليدية اللي ابتدت يعني لو دي تحديات غير تقليدية نتيجة ظروف الجائحة ونتيجة ظروف المتغيرات المناخية إنما عندنا تحديات تقليدية زي الإرهاب بنتكلم على تحديات تقليدية زي التفاشي الفساد بنتكلم على تحديات تقليدية زي الهجرة غير الشرعية بنتكلم على تحديات تقليدية زي الأزمات في نظم الحكم الأفريقية المتعددة فهنا بتبان اهمية القمة السادسة بين الرؤساء الاتحاد الافريقي ورؤساء الاتحاد الاوروبي الحقيقة ان المنحة اللي خدته القمة فيما يتعلق بمجال الساحة احد اهم الجوانب اللي شملت اعمال القمة وجود مصر ضمن خمس دول افريقية سيتم توطين صناعة اللقاحات فيها امر في غاية الاهمية يمكن ان خمس دول موزعين جغرافيا على مختلف اقسام القرى الافريقية بحيث ان يتم تغطية القرى الافريقية باللقاحات احنا بنتكلم على استثماراتها توصل لحوالي نص مليون يورو اوروبي توفر عندنا 11% بس من القرى الافريقية مواطن القرى الافريقية او شعوب القرى الافريقية اللي تلقوا اللقاحات هذه اللحظة رقم محدود جدا مقارنة باكرانهم في العالم وده عدم العدالة اللي احنا بنتكلم عليها ومن ثم ان يتم التوجه على هذا النحو في هذه القضية ووجود مصر ضمن هذه المجموع امر بيعكس النمرة واحد تقدير المكانة المصرية تقدير المكانة المصرية نتيجة ما تم بازله من جهود من الدولة المصرية منذ 2015 لغاية النهاردة لدعم اعمال هذه القرنة اثبات لي صحة وجهة نظر الدولة المصرية في اهمية التوجه السابت في استراتيجية سياستها خارجية القائمة على تحقيق المجسب للجميع اذا افريقيا قر شابة وقر بها عدد كبير من الشباب من حق هذا الشباب انه يلقى التعليم الجيد انه يلقى الصحة الجيدة من اجل تمليكه قدراته ومقدراته على التعامل مع التحديات المستقبلية فوجود مصر من ضمن هذه الدول يعبر عن نمر واحد التأكيد على مكانة الدولة المصرية اثنين ان الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا جدا في مجالات البنية التحتية التي اهلتها لكي تكون مستضيفة لهذه الصناعة وتوطين هذه الصناعة فيها وخبرتنا السابقة في وجود الصناعة يعني احنا عندنا بالفعل بننتج لقاح محلي فاعتقد ده برضو يؤهلنا للقدرة على التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بالضبط نمر ثلاثة مش بس الحقيقة فضلت وقلتي ولكن تعامل الدولة المصرية وفقا للاجراءات التي اتبعتها في التعامل مع جائحة كورونا وقدرتها على التفاوض بجدية من اجل توفير اللقاحات لمواطنيها بصورة تضمن حماية هذا المواطن ومختلف المصادر طبعا في النهاية لازم نتذكر دايما كلمة فخامة الرئيس ان هذا الشعب محفوظ بأمر ربنا مهما انتعدادت الاسباب لكن لا يمكن ان احنا ننكر جهود الدولة المصرية في هذا الاطار جهود المنظومة الصحية المصرية خبرات الطبية خبرات الاطباء المصريين وخبرات المعامل المصرية وخبرات الصناعة المصرية الدوائية في احداث هذه النقلة النوعية لتتأهل الدولة المصرية لتبوق هذه المكان ترجمة نانسي قنقر